لم تمر سنة من عمر حكومة عادل عبد المهدي حتى حاصرتها المشاكل والأزمات من كل جانب فكل ما حملته من وعود في برنامجها الذي تقدمت به عند تشكيلها لم يجد طريقه إلى الواقع ولو بنسبة يسيرة ما دفع العديد من النواب إلى وصفها بغير المؤهلة لإدارة البلد محذرين من انهيارها نتيجة الضعف الكبير وعدم امتلاكها خططاً لإصلاح واقع البلاد لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي أكدت أن البرنامج تضمن أخطاء كثيرة وإخفاق في التنفيذ وأوضح عضو اللجنة حازم مجيد أن تقرير اللجنة سجل عدد من السلبيات والإخفاقات التي وقعت بها الحكومة من خلال إدراج وإضافة مشاريع تم دراستها فقط دون المباشرة بها وقدمتها الحكومة على أنها إنجاز وأضيفت إلى جدول النسب العام من جهته أكد عضو اللجنة محمد كريم موجود أخطاء وأرقام ونسب غير حقيقية في الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة والتي أوصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 79% بينما النسبة الحقيقية لم تتجاوز 36% وهو ما دفع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الطلب بالرئاسة البرلمان بالتريث في الحضور لمناقشة تقرير ما نفذت الحكومة من برنامجها جهات سياسية عديدة باتت تتبرم من أداء حكومة عبد المهدي التي شكلتها وتوافقت عليها محذرة من سقوطها بسبب الفشل المتراكم ومؤكدة أنها باتت على شفى الانهيار بسبب سياسة الهروب بالأزمات إلى الأمام وترحيل المشاكل في حين أكد النائب عن تيار الحكمة عن البديري أن البرنامج الحكومي فشل في تقديم أي شيء للمواطن بسبب ضعف رئيس الحكومة ووزرائه الذين وصفهم بأنهم ليسوا أهلاً للمسؤولية يأتي ذلك بينما تحدثت مصادر من داخل العملية السياسية عن وجود حراك كبير ضد الحكومة يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة السابق حيدر العبادي بالإضافة إلى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وأضافت المصادر أن التحرك يهدف إلى تغيير كبير في التشكيلة الحكومية أو ربما يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال سحب الثقة من عادل عبد المهدي ما يضفي مزيداً من الغموض على مصير عبد المهدي وحكومته التي قد تصبح الأقصر عمراً بين حكومات ما بعد الاحتلال ترجمة نانسي قنقر